الاقتصاد الليبي يتعافى هذا ما يردده المسؤولون الليبيون ومؤسسات اقتصادية دولية على أمل أن يواصل التعافية غاضاً اتطرف عن أي اضطرابات أمنية أو تحديات سياسية زمام أمور اقتصاد ليبيا تقوده المؤسسة الوطنية للنفط المنقسمة في زمن سابق بين شرق ليبيا وغربها غير أن جهود اجتماعات ومساعي توافق وتقارب نجحت في توحيدها وليس انقسام المؤسسة فقط ما كان تحدياً لضمان نجاحها بل الاضطرابات الأمنية المسهمة أحياناً في إغلاق حقول النفطية تنجم عنها خسارات فادحة في إرادة تصدير النفط الليبي ففي حرب الهلال النفطي الأخيرة كانت ليبيا تخسر كل يوم من الأيام تلك ملايين الدولارات بل أسهمت الاجتباكات حينها في تدمير خزنات ومعدات شركات نفطية تقول مؤسسة النفط إن تعويضها يحتاج لسنوات وسنوات العمال الماضيان منظمة أوبك العالمية تستثني دولاً من بينها ليبيا من تخفيض إنتاج النفط بسبب الاضطرابات الأمنية وتدني مستوى إنتاج تلك الدول وهو ما جعل مستويات إنتاج النفط تصل لأكثر من مليون برميل يومياً خلال الأشهر الأخيرة بحسب مؤسسة النفط التي أكدت أن الإنتاج سيزيد ويزيد إذا ما استثنيت ليبيا في الاجتماع المرتقب للأوبك من تخفيض إنتاجها أكتوبر الماضي وصل إجمالي الدخل العام من النفط والغاز لنحو ثلاثة مليارات دولار وهي قيمة إرادات لم يشهدها أي شهر من أشهر هذا العام تعتمد ليبيا في دخلها كما المعروف محلياً ودولياً على النفط كمصدر أساسي ولا شيء سواه ولهذا السبب تحاول تدارك مفاتها زمن الاضطرابات ورفع الإنتاج لتحقيق مستويات الإرادات المطلوبة إذ تسعى المؤسسة الوطنية للنفط وفق رئيسها مصطفى صنع الله للحصول على استثناء من الأوبك للعام المقبل بحجة أن البلاد ما زالت تعيش مراحل انتقالية وتمر باضطرابات أمنية وتحاول تنفيذ إصلاحات اقتصادية إذ يتوقع كثيرون أن الأوبك إن لم تتجهل استثناء ليبيا من تخفيض إنتاجها فقد يسهم الأمر في التأثير السلبي على برنامج الإصلاح الاقتصادي المقر من الرئاسي المقترح والمصرف المركزي وهي إصلاحات لم يمضي وقت على بدء تنفيذها فقد وقعت قرارتها في سبتمبر الماضي ومزالت تعتبر إجراءات إصلاح هشة وفق منظمة مالية أوروبية ليبقى أمل مؤسسة النفط بالاستثناء ملازما للتأثير على الاقتصاد الليبي سلبا في حال عدم الموافقة ولعله لن يضيف شيئا في ظل انخفاض الأسعار الذي تدفع به بعض الدول الأعضاء وفقا لقرارات سياسية خاصة بها بعيدا عن مصالح أعضاء المنظمة وبين هذا وذاك يأمل المواطن الذي وسع خناقه قليلا هذه الأيام أن تترجم أرقام الإرادات إلى واقع على الأرض ولتبقى مجرد أعداد على جدول إرادة موقع مؤسسة النفط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة